هنا في السؤال ده في حال الاكسرسيز بيقولك احنا قلناها في جزئة الشرح على فكرة. الكلمة دي معناها كنا قلناها في جزئة الشرح ان ديت يبقى انت كدر تتكلم عن الرينج. والرينج دايما بيكون بارت او ساف ست فروم كو دومين. يبقى لما يجي يقولك فيكون هنا الايه? واحد يقول لها مستر طمام انا ممكن اخليها الكو دومين. مع فكرة المسألة على فكرة. بيقول لك يعني الدومين هو وقت. لما كنا بناخد مسلا في درس ده الاكس وده الواي. النمبر زي لنا بتكون الدومين. فبيقول لك هيكون الكو دومين. لأ انت كده لو قلت كو دومين. يبقى انت كده جبت كل الالامنس اللي في الواي. طب ما هو اه? لأ. احنا بناخد هو عايز الرينج احنا بنشوف الالامنس مسلا تحت الاكس دي? والامج بتاعتها فين? عند الواي. وهنا برضو دي. وهنا برضو دي. وهنا برضو دي. يبقى انت عندك هنا مجوش. يبقى داك مش هتكون تبع الرينج. المهم الخلاصة اللي ميجي يقول لك زي سيت افزا ايميج افزا اليمنس افزا دومين هيكون دايما الرينج. هنا برضو بيقول لك افزا فانشن فروم الاكس تو واي. بقى ده الدومين وده الكو دومين. على طول كده. مدام قال لك من كزا لكزا. احنا لسه دايما بيكون ايه? الكو دوم ايه? مين الكو دومين هنا? الواي. هيكون الانصر هنا ايه? هيكون الواي. طب انا بقول لك برضو هعيد لك تاني وهيفكرك. مين هنا اللي هيكون بلونوميوم. يعني يبعد يبعد عن لما يتكون الاءكس باور بالنجدف او لما يكون في او لما يكون او لما يكون او لما يكونUM��ون تحت الاكس او لما يكون الاكس تحت. ابعد عن الارباع دولت. انت لو قلت لاحزين هيك لكة نجدف لأ. لا ابداية هتكون طب ان عند هنا الاكس تحت بردو لأ لابدية تحت بردو لأ. طب دي مسلا دي عادية ديت ابدا تكون هيدا الايه? الانصر? يعني هنا مع عدد. يعني هنا في حاجة هتكون او فينا هتكون يعني هتكون فيها حاجة من ضمن الاشكال اللي قدامك ده دي. هتكون لان الاكس اللي موجودة في في الدنيا منادره. ففي الحالة دات هقول له هنا ايه? هقول له هنا ايه? تمام مش? في اللي بعدين? هتكون طبعا هنا ايه? احنا بنجيب يعني دي اكس باور فور ودي اكس باور سري فهيكون هنا ايه? محدش روح بقى يقول لي والحوارات دي. طب الفنكشن ديت فهنا لازمة نتعملها الاول. على فكرة هنا الاكس وهنا فيه اه في تعرف على طول انه هيكون هنا فيه ملتبلاية هتكون فيه هنا ايه ملتبلاية طيب نعمل ملتبلاية اكس ملتبلاية الاكس يكون X باور 2. طب X منطبلها X باور 2. يكون X باور 3. طب و النمبر. ما نجعب النمبر اهم حاجة عندي X. X باور 2. X منطبلها X باور 2 X باور 3. احنا مناخد الهايست باور. هيكون الثيرد عشان دي باور 3. طب ليت. الفنكشن ديت. الفنكشن X equals X باور 2 minus. اكس باور 2 minus 3x. فقلناك هنا. فكرة المسألة ديت. خلي بالك. واحد يقول لي ايه? هنعمل X باور 2 minus X باور 2. X باور 2. تخرس. اخرس. ليه بس? انت عندك هنا فيه ماينس قبل البراكت اه باش? انت عندك هنا فيه ماينس قبل البراكت. يعني ايه? يعني X باور 2 minus X باور 2. على طول كده. كن بزيره. باديد خلاص. اكس باور 2 بزيره. عندك هنا ايه? اكس اكس باور 1. هيكون هنا ايه? تاني مستر اهوت. انت عندك هنا دي اكس باور 2. مينس اكس باور 2. هتقول لها مستر بس النجدب ديت معمولة بيعام بيسمع الكلام بقى ما تعقدهاش. اكس باور 2. بزيره. يبا ديت هتكون ايه? اكس ديت هتكون باور 1. هتكون. تمام كويس. اوي 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 اوي. شوف اللي بعديها. زي فونكشن. فونكشن اكس اكولز. اكس باور 2. اكس باور 2. از افنكشن افزي نوع ديجري. فكرة المسالة ديت برضو هنا في ملتبلاي. بس تخلي بالك بقى. انت عندك الاكس دي. باور 2. هتطلع لك بكم اكس باور 2. وفيه برا هنا برضو اكس باور 2. في بينهم هنا ملتبلاي. بس معمول لها هيدا. اكس باور 2 هتكون اكس باور 2. يبقى هتكون فور 2 ديجري. شوف بتسألة زي بص بالراحة. على القلم منك خلص المسال دي. لما تاخد خبرة ستداني الموضوع يبقى بنسبلك سألة جدا. جدا. طيب. الفونكشن ديت. اكس باور 3. من غير ما تكمل. اه مستر. من غير ما تكمل. هتعدك هنا بقول لك. اكس باور 3. هتكون ايه? اكس باور 3. هتكون ايه سرد. خلاص بقى? خلاص. هنا بقى. ايوة. اكس اكولز الاكس باور 2 معنص الاكس بلاس ري. انا عايز هتكون اكولز الايه? طبعا احنا عارفين ان احنا قلنا قبل كده ان دي يعني اللي جوة اللي جوة البراكت ده بتاع الاكس. يبقى انت هتعمل عن الاكس بنيجيتيف تو. يبقى الاكس اللي هي اصلا بنيجيتيف تو. بلاس ري. هنا باور 2 بفور. بلاس 2 بلاس ري. هيطلع لك بناي. واحد اقول لنا مثلا بس انا بيجي لحاول وانا بحلها والله اتبع اعمل ايه? يعني يا سيدي تعالي بقلم الكراوات المكروس كراوات مسلا. هنشيل اكس وحط ما كنا بص كراوات. وهنا برضو اعمل ايه اكتر من كده. اعملها عالك تطلع لك بفور. وهنا وبعد كنا ناخد بلاس ري. يال. يال. طب هنا بقول لك اكس بور مينس روت 2 اكس. انا عايز بتاعت روت 2. ما هي زيها برضو. انشيل اكس دي بنحط مكانها ايه? روت 2 باور 2 مينس روت 2. ملتيبلاي الاكس ديها روت 2. روت 2 باور 2 بتطلع لك بتو. النيجي ديفتيت نزلي. روت 2 تايمز روت 2 باردو 2. 2 مينس 2 اكول زير. فالانسر هنا هيطلع لك بكام? اطلع لك بزير. طب هنا بقول لك افزا فونكشن فروم انتجرز تو انتجرز. خلي بالك بيقول لك هنا ده دو مين وده دو مين. ما علينا يعني. والفونكشن اكس اكول زي الاكس بور 2. فانا عايز انه فونكشن 2 فونكشن نجد في 2. لا 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 مصر ده بقت لعباتنا بقى خلاص اتفضل. هنجيب الفونكشن 2. هنشيل اكس نحطه مكانها 2 مرة. 2 باور 2. هيطلع لك هنا في 4. ماشي. وبرضو هنشيل الاكس التانية دي برضو كراوات ونحطه مكانها برضو ايه? برضو هتطلع لفور. برضو هطلع لك ايه? بفور. هتكون ما بينهم. لاني ديبية هتطلع بالبوسيطيب. فالانسر هنا هيكون ايه? بس. طيب هنا بيقول لك فونكشن اكس 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 بلس ايت. هنا عايز بتاعت الكي. بيقول لك هنا ايه? بيقول لك هنا. نفس الحكاية برضو. هنشيل الاكس ونحطه مكانها 2 دي. هنشيل اكس ونحطه مكانها 2. كملت بادي الاكواجن. قال لي ما تنساش العمل الهالة في الاخر. اهو. وبعد كده بقيت اكواجن بقى معلم. بقيت اكواجن. هنودي هتكون بالنجدب. هيكون عندي هنا تو كي ايه? فبنقم هنا وينه برضو نكنسل ونكنسل. الكي بيكون ايه? فالكي هنا هتكون ايه? اللهم بارك. بس. واحدات سهلة وبسيطة مش مستهلة يعني الحزق اللي احنا بنعمله ده. طب تعالي نشوف اللي بعدين. الله. تهج السيرة يا لطيف. فانكشن ايكس ايكواجز الاكس ما نصل فايف. وقال لك هنا هاف فانكشن اي ايكواجز سريع. على فكرة السؤال ده بي كتير جدا في المتحانات. بس ايه مش نفسه بقى يجيبه لك نفس الصيغة يجيب لك فراكشن ديسيمل. حوارات من دي. هاف فانكشن اي ايكواجز فانا عايز بتاعت الايه? انت عارف يا مستر? اه تفضل. عارف لو ما كانتش جاب الهاف دي? يعني شيل دي? اه. كنت حلتها. يا سلام والله. متماشي? ايه المشكلة في الهاف? ايه المشكلة? الهاف? اه. اقول لك عن حاجة حلوة? تفضل. هنحل بتاعت الاول. ازاي? كان لان زي والله قدامك حلين. او قدامك ترقتين. اختر اللي انت عايزه. الطريقة الاولى ان انا اودها هتروح بالرسيبروكال. يعني لما تروح هناك هتروح بالرسيبروكال او بالمالتبليكة. يعني اقول لنا ان هتكون مالتبلاي بدل ما هتكون يعني هتكون مالتبلاي تو هتكون ايه ما انت كده زبط المسألة. تاني مستر معلش معلش. حاضر? في طريقة تاني? ايه هي يمكن تفلح دي? هنا عندنا المشكلة عندي هنا اه احنا بقى نعمل في الرسيبروكال بتاعته. هنا وهنا برضو نفس الكلام اللي تعملو هنا تعملو هنا. زي ما اخدناها كده في كان بتقابلنا جزئيات كده او مسال بيبقى فعل حاجات دي هكوننا بنعملها في كده. فدي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي عندك هنا ودي طبعا وانو مانيش اي طالت اللازم. انت كده زبطت المسألة زي المسألة اللي فاتت. بقت عندك انت كده زبطت المسألة. فانكشن ايه اقوال سيكس. طب انا عايز اطلع الفاليو بقى. خلاص بقى هنشيل اكس هنحط ما كانها ايه? نشيل الاكس دي ونحط ما كانها ايه? هتبقى ايه? ماينس فايف? اقوالز اقوالز الايه? سيكس. هنودي النجد بفايف دي النحط تانية. هتبقى الايه? سيكس بلس الفايف. هتبقى الايه? يبقى الايه? بس. يبقى الايه هنا هتكون الايه? ودي الفكرة. نفس الحكاية برضو. هتقول لها مصر بس دي برضو شكلها ايه برضو? يا حبيب قلبي. انت فهمت الفكرة. يعني انت فهمت الفكرة. اشتغل عليها بقى. هتقول لي بس هنا بيقولك اه وانا قلت لك ان التو دي بتاعت مين? دايما بتاعت الاكس. الاكس فين اهيت? هنشل الاكس ونحطه مكينة هكون اه لسه هنكمل بس اقول له هنا بلاس سري. يبقى وهنا بلاس سري هتكون ايه? يبقى احنا عملنا حاجة دلوقتي? لأ اهوت. هيبقى ماشي. وك ماينس 2. plus 3. equals 11. هنعمل لبقى. هنود سري الناحى التانية. هتروح باللي هتروح بالماينس. يبقى 2. كي ماينس 2. هتكون اقوالز 11. minus 3. يبقى 2. كي ماينس 2. 11. minus 3 هتكون اقوالز ال 8. السؤال دلوقتي. لانه بيعتمد على خبرتك باب ببريب 2. 2 باور ايه بيكون اقوالز ال 8. شوف ما نقول لك ايه? 2. باور واط هيكون اقوالز ال 8. 2 باور سري. هتكون 2 باور سري. شكز في الكلام. هتكون ايه? 2 باور سري. فالمغفروض هنشيل. اديات ونساوها بالسري. هنود الناحى التانية. فالكي هنا بتكون اقوالز ال 8. سري بلاس التون. فالكي هنا بتكون اقوالز ال 8. هتقول لك ده دي فكرة جديدة بقى. على فكرة دي فعلا فكرة جديدة بس برضو سهلة. لما يجيب لك هنا ده. بالطرق دي كده. لما يجيب لك بالطرق دي كده. يبقى دي برضو بتاعت ال x. وال second projection دي هنساوها بال a بال 0. يبقى ال first projection اللي بيقول لك هنا negative 1 and 0. long is the set of the function. function x equals mx plus 2. يبقى ال first projection دي بتاعت ال x. وال second projection دي بتاعت الاقوال. يعني هنا هنشيل x ونحطه ما كان negative 1. negative 1 by m هتكون equals negative m plus 2. وما تنساش اقول له هنا equals the a is 0. هممكن نودي هنا negative m من ناحية التانية وخلاص. عن الزر ده ولا له اي قيمة. يبقى 2 بيكون equals the a. يعني the m بتكون equals the a. هتقول لي طبعا انا ممكن اود 2. ماشي هتروح بقى بال negative. وحتك انسى negative مع negative. لا هي هيها برضو. تفهمني? يبقى لما يجيب لك order the beard. يبقى the first projection دي بتاعت الاكس. وال second projection دي بتاعت الاقوال. دياني برضو اهي. نفس الفكرة بالزبط ما فيش اي اختلاف. دي بتاعت الاكس. وال second projection دي بتاعت الاي الاقوال. عنشي الاكس. احبتوا مكانها اهي. يبقى three plus two. وهلو equals the y. بقيت the y وعز البديو بتاعت the y. three plus two هيكون equals the a. the five. ال y هنا بيكون equals five. وبس كده. واردو كمان اهي. هم? هتقول ليه جاب ليه هنا ايه وهنا ايه? ايه المشكلة? يا مستر بس مفهودي يجيب لي النمبق. مش حاجة اسمان مفروض. دي بتاعت الاكس. ودي بتاعت الاكس. يبقى نشي الاكس ونحط مكانها ايه. يبقى two a plus three equals the equation هيت. هنودي الاي دي هناك بالليبل minus. يبقى two a minus الاي. هنقول ليه 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 ليه. ليه هنودي الاي هناك. بنجيب الاي مع الاي. دي مسلا نجيب الاكس مع الاكس. نجيب الاكسات مع بعض. تمام? ونودي برضو. two a minus الاي هنا في one اه? لان في ناس الحد لا ما تعرفش ان في قدام الاي هنا هن. two minus one equals one ايه. equals negative three. بقت الاي equals negative three. يبقى فكرة المسألة برضو التاني. هنشير اكس نحط مكانها ايه ونسواها برضو بالايبل ايه. نشوف كده? اه المسألة دي مختلفة بقى. ليه? يقول لك هنا function x plus three equals x. هنا كده في مشكلة. احنا من اول الليسون. من اول الليسون خالص. يجي يقول لك function x function x function x. يعني جاءنا المسألة ديت. يجي يقول لك function x. يجي المسألة بلقى function x. يجي المسألة برضو function x. هنا بقى في مشكلة. هنا مرات يبقى في المسألة دي قال لك function x plus three. كده جايب لي دخيل على function. هنا جايب لي كده دخيل على function. فانا لازم لازم ايه? هشوف الحقيقة بتاعتها بكامل. اصلا جايب لي هنا في سري ايه? جايب لي هنا في سري. معاها سري. فانا لازم 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 اتخلص من سري ديت. مش هو ايه ببقى لي هنا فانكشن سيفن. فان احنا كده نعمل عن الاكس زي ما انتك على كلامك يعني. هنا سيفن سيفن ما نسري ايه كل زي فور خلاص المسألة كده ايه المشكلة? اقول لك لا. الكلام ده لو جاء قال لي function x. اما هنا بقى لي function x plus v. كده اختلفت. وعن عشان اطلع الفاليو الحقيقية للأكس اللي انت اعتعمل عنها. هنا بقى لك function x plus v وهنا function seven. هنساول اتنين دول ببعض. عشان اعرف الفاليو الاكس والفاليو للأكس. القيمة الحقيقة للأكس. يبقى نساول اتنين دول ببعض. اللي هي مين? السبك من الاف والاف. اللي هي الاكس بلاس سري هساويها مين بالسبن? الاكس بلاس سري هساويها مين بالسبن? ونوادي ستريد الاثر سادة تروح بالماينس. فالأكس هنا بيكون اكولز seven ماينس سري. يعني بيكون اكولز الفور. يبقى الانسر هنا برضو فورة مستر. لا. اللي انت عملته هنا دي بقى فانكشن فور. المسألة في الاساس اصلا فانكشن فور. مش مش فانكشن سيفن. يبقى نعيد تاني. نعيد تاني 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 يا ملواني. جايب لي هنا انا عايز ازبط المسألة تكون في الاساس ان تكون فانكشن اكس. وعايز اتخلص من سري داية. لان انا مش هعمل عن فانكشن سيفن. مدان جايب لي هنا فيه نمبر او فيه دخيل لي هنا على الاكس. يبقى انا اعرف على طول ان انا مش هعمل عن الاكس بسيفن. فاحنا قلنا هنساوي الاتنون دول وبعض اكس بلاس سري هساويها بالايبس سيفن. بنوادي سري الاثر سايد فالاكس بتكون اكولز سبن ماينس سري يعني بيكون اكولز الفور. فالمفروض هنا اللي انا هجيب فانكشن فور. فانكشن فور. هنبقى هنعمل عن الاكس بقى فور هنا بقى. في الرؤل هنا. هتكون فور ماينس سري هيكون اكولز الوان. رب تكون تفاهم الفكرة. طب هنا نمبر تويني بيقول لك ان الاكس لو انت فاهم اتعرف تحل على طول. فيها الاليمنتس دي هيئت. وقال لي هنا ان الان واي اكولز الفور يعني الان واي يعني اكولز الفور. ركز في الكلام. عدد في الواي هيكون اكولز الفور. انت عارف الواي? اه بقول لك عدد الاليمنتس اللي فيها هيكون اكولز الفور. هتكون اكولز الفور. انت عاف ده معناه ايه? لو انت دماغك شغالة? هتعرف لو انت دماغك شغالة? هتعرف على طول ان 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 الاندر ايه? ولادر سيد دول مش معنا خلز. لانه بيقول لك هنا زين واي مي بي. فالواي هنا هتكون ممكن تكون ايه? هنشيل الايه وننشيل السيه. هنشيل الايه ونشيل السيه. هنشيل الايه ونشيل السيه. وهي تفضل هنا البي والدي. ليه? عشان هو قال لي ان عدد الان مسي بتاعت الواي بفور. طب من بقى انا واحنا فيهم? البي ولا الدي? البي ولا الدي? انا ما عارفش. لأ ما انت هتعمل بقى من الاكس في الرول? عشان طلع الفيلو بتاعت الواي. ما هو انت بتاخد من الاكس? عشان طلع الواي. هنشيل الاكس ونحط ما كانها تو. تو باور تو فور. فور باينس الوان? سري. السري موجودة هنا? والسري موجودة هنا. كده برضو معرفتش. طب نشيل الاكس ونحط ما كان ايه فور? فور باور تو بسكستين. سكستين ماينس الوان ففتين. الففتين موجودة هنا برضو. موجودة هنا. طب شو برضو اللي بعديها? هنشيل الاكس ونحط ما كان سيرتي فايف. سيرتي فايف اي موجودة هيد. فعشان كده احنا هناخد ايه? الليدر دي. طيب هنا بقول لي فانكشن اكس اكوالز الان اكس بور تو بلس تو اكس بور اين مينس سري. زين سبوزيبو الفانكشن از افزا ساكند ديجري. انا عايز بتاعت الان اللي هتخلي الفانكشن دي هتكون من ساكند ديجري. ساكند ديجري. عايز اقولك على حاجة. احنا كنا قلنا ان الفانكشن بنجيب بتاعها على حسب الايه? فبقول لك هنا من هنا الفاليو بتاعت الان اللي هتخليها من الساكند ديجري. فبيش قدامك هنا غير انك انك تعطي تجرب. تعمل اه تعمل في كل واحدة فيهم. هنشيل الاكس ونحط هنشيل الان ونحط مكانها تو. هنا تو لو جدت لاحزة هنا برضو يبقى دي فعلا هتكون ساكند ديجري. يبقى ديجري تنفع. طب بقى هنجرب بقى ونشيل الان ونحط مكانها سري. هنا سري وهنا سري. بعدك سري. وعندك سري. فهناخد بالي ايه اللي هو سري كده مش هتنفع. يبقى كده مش هتنفع. يبقى السري دي مش معانا. فاللي تشوز كله بقى كله غلط. اللي هو اللي ده ايه? ما مش هنفع. ناخد حاجة ونسيب التاني. طيب نعمل عن برضو عن الان برضو هنا وهنا وان. همطلع لك هنا وهنا اكس باور وان. فالديجري بتاعت الفانكشن هتكون برضو باور تو. هتكون من الساكند ديجري. ليه? لان هنا تو. فالوان دي تنفع. طيب نشيل الان ونحط مكان هنجرب وان. دي غلط دي. لان احنا قلنا في الشرح ما ينفعش ان يكون فيها تكون باور بالنجدر. فدي برضو ايه? هنكنسلها. بقى كده معانا هما اللي ينفعهم. يعني التو تنفع والوان تنفع. التو تنفع والوان تنفع. فاللي تشوز زي كله غلط. فنجرب في دي و دي. لسه زيرو. نجرب الزيرو. حطنا زيرو. وحطنا برضو زيرو. زيرو الطايمز الاكس باور تو بزيرو. والاكس باور زيرو بوان. يبقى كده الاكس كده كتارت خالص. مفيش اكس اصلا. مفيش. يبقى في الحالة ديت هتكون ايه? دي تنفع? او مش هتكون مساكنة تجري. ديت الزيرو تنفع? لا. فهيكون الانصر هنا هيكون ايه? دي. احنا النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة اخدنا بس علشان بس تعرف تهضم كل المسائل اللي فيه. انا هنزل لك المسائل اللي هي التانية اللي هي بكرة ان شاء الله. بس عايزك تهضم المسائل ديت وتكون فعلا ام فهم كل جزئية فيها. شوفكم ان شاء الله في جديد. سلام.